دارة زمالك قررت صرف مكفاءات للعبين بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بوركان المغربي بركلات الترجيح ومن المنتظر أنه يحصل كل لعب على المكفاءات الخاصة وده قبل مواجهة الانتاج الحربي المقرر لها يوم الخميس اللي جاي والمؤجلة من الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحفزهم والعمل على المنافسة بشراسة لحصد لقب الدوري ونروح للنادي الأهلي اللي بيوصل لتدريباته للعبين ومنهم طبعا وليد سليمان وصلاح محسن واللي كانت ليهم تدريبات إضافية في نهاية ميران الفريق كان مرتن لسارتي المدير الفني حريص على عقد جلسات منفردة مع أكتر من لعب لتحفزهم للمرحلة الجاية والتجهيز جميع اللعبين من الناحياتين الفنية والمعنوية ده طبعا لحصد بطولة الدوري خلال اللقاءات المتبقية ترجمة نانسي قنقر